السلام عليكم اشتركوا في القناة اشكركم على هذه الاستضافة تسمحي لي سيدة الكريمة بس اقدم مقدمة بسيطة عنك وبعد كده ان شاء الله نبدأ اللقاء الأستاذة هنا متخصصة في مهتمة عفوا باكتشاف ذكاءات الأطفال وتنميتها وتعزيزها وشعارها صناعة الطفل يعني صناعة مستقبل رؤيتها اعداد جيل قادر على معرفة ذاته وأهدافه ومراهبه ومهاراته الأستاذ هنا حاصل على عدة من الدبلومات دبلوم القيادة التربوية من كلية نوتينغ هيل في منشستر دبلوم مهارات التفكير والابداع والابتكار إضافة أن الأستاذ هنا مدربة معتمدة دوليا ببرنامج الذكاءات المتعددة ومدربة معتمدة أيضا بالذكاء الاصطناعي الأستاذ هنا حاليا طالبة فعلم النفس الأستاذ هنا عدة لقاءات تلفزيونية وإزاعية مع عدة من القنوات إضافة أنها أقامت برامج صيفية للأطفال الإلكتريين في المهجر لمدة ثلاثة سنوات تفضل سيدتي ما شاء الله تبارك الله سيرة ذاتية قنية أستاذة التريمة شكرا لكم لكم العافية جميعا السؤال الأول سيدتي لماذا الاهتمام بموهبة طبقتي بسم الله الرحمن الرحيم اهتمامي بموهبة الطفل ومهاراتها واكتشاف الذكاءاتها وكيف أننا نبني شخصيتها كانت عن تجربة تجربة الطفل حصرت معاين ومن بعدها صرت أقدم هذا العمل وأدرس هذا العلم يعني من إيماني يعني مؤمنة به جدا اكتشفت أولا أن الكثير من الأطفال ما يخضون حقهم بسبب أنه إحنا ما اكتشفنا ذكاءاتهم ما اكتشفنا نقاط القوة عندهم ومعظم الأهالي دائما التركيز يكون على نقاط الضعف لدى الطفل يعني مثال مثلا أنا أم أشوف طفلي مثلا لغتها مبجيدة رياضيات عندها دائما درجاتها منخفضة أكاديميا ضعيف فقيم يعني مهارات الطفل وإمكانياتها بناء على ذلك وهالشي غير صحيح لأن فيه أوكي ذكاء أكاديمي وفيه أيضا بعض الأطفال متمكنين في المهارات يعني عندهم مهارات عندهم مواهب عندهم إمكانيات غير المدرسة فمن هذا المنطلق بدأت أهتم بدأت أبحث بدأت أعرف بدأت أتعلم وأدرس حبيت جدا الذكاءات والذكاءات أنا أشوفها من أهم البرامج كل أم وكل معلم المفترض أن يكون عندها فكرة لأن أنا إذا اكتشفت ذكاءات طفلي أباعرف شلون أدرسها أباعرف شلون أنمي مهاراتها أباعرف شلون أوجها أباعرف شلون أختار البأندية المناسبة له أباعرف شلون حتى الأنشطة اللي سويها بالبيت أعرف أختار والأهم من هذا كله أني أنا راح أعرف أتعامل معه لما أنا أكتشف ذكاءات طفلي وأعرف مثلا خلنا نقول أنا عندي طفلي ذكاء الحركي عنده جدا مرتفع فإذا أنا عرفت أن الطفلي عنده ذكاء الحركي مرتفع أباعرف حتى كيف أتعامل معه بالبيت يعني مثلا إذا شفت يحب يتحرك كثير أو يحب يعني ما يقعد في مكان واحد أو إذا كسر شيء مثلا بالبيت أبتفهم أنه عنده ذكاء حركي طيب فبتعامل معه بناء على هذا النوع من ذكاء أنه هو حركي وأنه أنا مفضل أخلي كل يوم يتحرك فبالتالي أنا نميت عنده هذا النوع من الذكاء وخليت الطفل سعيد ومرتاح لأنني أنا قاعدة أعرف شون أتعامل معه واكتشفت فيه شيء يعني بإذن الله إلا ويعني ما يساعد في أن يكون عنده مستقبل جيد في المستقبل أعتقد قلت لي لحضرتك عندك بريزنتاج نشرح الفكرة بصورة عامة ممكن تعرضي علينا تمام نعم نحن اليوم موضوعنا أصلا عن تنمية المهارات تنمية المهارات رب الحياتية تنمية المهارات اليومية وكلها جدا بسيطة وموجودة في يعني الحياة اليومية العادية بس عشان اللي يسمعني ما يحس أنه أنا عشان أنمي مهارات لازم أروح مكان أو أروح عندية مخصصة أو كذا لا نحن نقدر من أشياءنا اللي بالبيت ننمي مهارات أطفالنا من داخل بيوتنا البيئة المحلية حقتنا نعم صحيح اتفضلي بس ممكن تعطوني الهوست اه اه حسنا شكرا واضح أمامكم اه يا الان الى الان ما بعدها بس منتظرين حضرتك نعم جاري التحميل الان نعم نعم واضح الشريحة واضح نعم تنمية مهارات الأطفال الشريحة الأولى طيب بسم الله الرحمن الرحيم اليوم موضوعنا هيكون عن تنمية مهارات الأطفال من عمر يعني بتكلم عن الفئة العمرية من عمر ست سنوات الى عمر 12 سنة بس طبعا اكيد المفترض ان انا ابدأ انمي مهارات الأطفال منذ الولادة ان شاء الله ممكن في لقاء آخر نتكلم عن منذ الولادة الى عمر 4 سنوات ان شاء الله اليوم رح نتكلم عن الفئة الوسط الطفولة الوسطة طيب اول شيء نتكلم عن اهمية تنمية مهارات الأطفال في المراحل المبكرة مهم جدا اني انا انمي مهارات الأطفال في المراحل المبكرة بالعكس كل ما كان ابكر كل ما كان افضل واقوى واسهل المراحل المبكرة هي فترة حاسمة في تكوين الدماغ وتطوير القدرات العقلية والعاطفية والاجتماعية للطفل فكل ما تم تنمية هذه المهارات في وقت مبكر كل ما كانت اقوى واكثر استقرارا طبعا في ملاحظة انا لاحظتها حتى احنا يعني زمان كنا نقول كده ان الصغير لا يدخل الحين المدرسة لا يروح تمهيدي لا يروح روضة خلوه بالبيت طبعا بالعكس يعني التربويين دائمين يقولون انه الافضل الطفل الى عمر اربع سنوات يكون مع الام ولكن بشرط ان انت تخليه يلعب وتنمين عنده انشطة وتسوي معاه انشطة كل يوم على الاقل مدة من ساعتين الى اربع ساعات ولكن اذا راح يكون طر اليوم نايم او يقعد قدام تلفزيون يتفرج ما يسوي شيء لا الافضل ان انت تودي مكان مخصص تمهيدي روضة فالروضة مرة مهمة في مرحلة الطفولة جدا مهمة فيها التأهيل وفيها التدريب وفيها اكتشاف دكاءات وايضا يكون كل ما يعني دخل بدري كل مكان افضل في المجال الاكاديمي بس يكبر الاطفال الذين يتمتعون بمهارات قوية في الحساب واللغة والقراءة والتفكير النقدي يكونوا مستعدين بشكل افضل لنجاح في المدرسة هذول الاطفال المبكر يعني اذا احنا بدنا معاهم في تنمية المهارات في عمر مبكر ايضا عندما يشعر الاطفال بانهم قادرون على تحقيق الامور فان ثقتهم بانفسهم تزداد مما يؤثر ايجابيا على جميع جوانب حياتهم يعني مرموهم ايضا ان انا اشتغل على تنمية المهارات لان كل ما انا نميت عنده مهارة كل ما حس هذا الطفل انه هو عنده ثقة كل ما حس انه هو قوي وقادر يحس انه يكون عنده تقدير للذات كل ما حس انه هو عنده امكانيات كل ما جرب وعاش تجارب اخرى فمرة مهم ان الاطفال يشعرون بالثقة يعني الثقة هي المفتاح للنجاح عند الاطفال وحتى عند الكبار طبعا احنا اليوم وضعنا عن الاطفال فمرة مهم انه انا اخلي طفلي يثق بامكانياته بقدراته فطب اشلون هو رح يثق لازم يجرب لازم اخليه يعيش التجربة لازم اعطيه مهارة معينة اخليه يتدرب عليها وبعدين يعرف يمارسها بشكل مميز هالشي يبني عنده الثقة طيب ايضا تساعد تلمية المهارات الاجتماعية الاطفال على بناء علاقات صحية مع الاخرين والتكيف بسهولة مع بيئات جديدة يعني الطفل كل ما كان عنده مهارات بيكون سهل علي انه يتعامل مع الاطفال الخارجيين او الكبار او اذا راح مدرسة او اذا راح نادي او اذا راح مناسبة اجتماعية حتى يعرف كيف يتعامل في الاماكن العامة حتى يعرف كيف يحمي نفسه من الغرباء ايضا اذا مثلا انا تاركته مثلا في مكان او ممكن يكون قاعد جنبي في مول بس فيه زحمة يتعرض ممكن لشيء يعني سيء يعرف شلون يتعامل ويكون عنده قوة داخلية الأطفال الذين يتمتعون بمهارات جيدة للتكيف والتواصل يكونون اقل عرضة للاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب يعني تلاقي طفل مرتاح طفل سعيد طفل مبسوط طفل اصلا يحس بالانجاز يعني ويحس انه هو مميز يعني مثلا انا اذا علم طفلي على مهارة الطبخ مثلا خلينا نقول اذا حست طفلي طفلي او طفلتي انها طباخة ماهرة وانه الكل ده من يمدح الشيء اللي هي تسوي فهالشيء اكيد يخلي عندها حافظ ان هي تكون مبدعة يكون عندها حافظ ان هي الاخرين يعرفون عن هذه المهارة عنها فبالتالي رح تتمتع بمهارات جدا جيدة فبتكون دايما نفسيتها يعني طيبة ما رح تكون حاسة كثير بالقلق لانها واثقة من نفسها لانه المهارات الجيدة لدى اطفالنا اذا تملكوا يعني مهارة جيدة يكون عندها ثقة واللي عندها ثقة نادرا ما يكون قلق بشأن الاخرين فيكون ايضا اقل عرضة للمشاكل النفسية تساعد تنمية المهارات في المراحل المبكرة للاطفال على تطوير المهارات اللازمة للنجاح في الحياة المهنية والشخصية يعني ممكن انا مهارة اشتغلت عليها على طفلي مثلا من عمر 6 سنوات الى 9 سنوات مثلا او خلينا نقول وهو عمر 7 سنوات فقط مثلا هذه المهارة ممكن تساعد في حياة المهنية في المستقبل يعني ممكن بعد تساعده بالثانوي تساعده بالجامعة تساعده وهو موظف فهذا الشغل اللي انا اشتغل في مرحلة الطفولة هو يعني شي يستمر مع الانسان مدى العمر فلذلك المراحل المبكرة مرة مهمة المراحل المبكرة هي يعني جوهر حياة الانسان هي الاساس في حياة الانسان كل ما انا بنيت شخصية طفلي والتي تتكون في السبع سنوات الاولى وهذه معلومة ان الشخصية تتكون في السبع سنوات الاولى اوكي طبعا ممكن فيه ناس يجون يقولون طب اذا انا ما قدرت اكون شخصيتي في السبع سنوات الاولى شخصية طفلي في السبع سنوات الاولى وانهو الحين مراهق مثلا قلق مراهق مكتئب مراهق مثلا ما عنده ثقة في امكانياتها ما عنده مهارات اجتماعية ما يعرف يتكلم ما يعرف يتواصل مع الاخرين ما عنده مهارات مثلا مهارة حل المشكلات ما عنده مهارات اجتماعية ما يقدر يكون صدقات وعلاقات منطوي أو ممكن يقدر يكون علاقات وصدقات بس هو دايماً تابع ما عنده شخصية يهمى أن يكون يضي كل اللي حولينا ما عنده تقدير للذات تقدير للذات منخفض وممكن نتكلم الآن عن تقدير للذات بس بشكل سريع في أطفال عندهم تقدير عالي للذات طيب وفي أطفال عندهم تقدير منخفض للذات اللي عندهم تقدير منخفض للذات هذه مرة مشكلة لأنه هو ما يحترم ذاتها فلما ما يحترم ذاتها تلاقيه دائما تابع دائما ما يعملوا معاملة يعني طيبة مما تأثر عليه في المستقبل يعملوا يتنمرون عليه طيب وما عنده مشكلة أن الناس يتنمر عليه لأنه أصلا ما عنده تقدير للذات بس يثير مراهق ممكن يسوي أشياء مبذينة لأنه يسمع الكلام هو ما يسمع كلام نفسه هو ما ياخد قراراته اللي نابعة منه لا من الآخرين فممكن يكون يتعرض مثلا لمجموعة ما تكون يعني جيدة فأكثر المراهقين لو تلاحظون اللي يقعون في مشاكل ما يكون يعني يكون مهزوز أو تكون شخص وممكن تكون شخصية قوية بس إحنا نحس أنها قوية بس يتكون عنيفة بس الشخص المراهق السوي الواثق من نفسه اللي عنده تصالح مع ذاته ما عنده مشاكل مع نفسه عنده تقدير لذاته يحترم نفسه ما يحط نفسه في مواقف سيئة أبدا لأنه يشوف أنه أكبر مني أنا أكون أسوي هذا الشي الغلط أني مثلا أجرب مثلا إدمان أو مثلا أجرب الدخان مع أصدقائي أو أني أسوي أي شي غلط فالتقدير الذات لدى الأطفال مهم جدا نبني فأرجع للسؤال اللي أنا قلته قبل شوي أنه ممكن جون تقولون أنه طيب بات سبع سنوات يعني ما أقدر أسوي شي لا تقدرين تسويين تقدرين تغيرين شخصيتها بس طبعا الأهم من أنه أعرف أن أتعامل عنها حسب المرحلة العمرية يعني ما أجي مثلا معه مراهق غير مثلا معه سوي ناضج بالق نقدر يعني نغير إلى عمر ما لا نهاية طبعا يعني نقدر نغير شخصية طفلي عمره أربع سنوات سبع سنوات ابني مراهق ابني المتزوج عمره ثلاثين سنة نقدر نغير كل الشخصيات للأفضل ونحسنها يكون لديها نقاط قوة وتكون أفضل بس الأهم أني أنا أعرف شلون وأعرف الخصائص النفسية للمراحل العمرية أنه كل مرحلة لها طبعا اضطراباتها ولها هرموناتها ولها مشاكلها بالذات مرحلة المراهقة فأهم شي أني أنا أعرف شلون أتعامل برضو إذا كان أحد بالغ وناضج ومسؤول أيضا أعرف شلون أتعامل معه ما أطلب منه تغيير يكون صعب عليه وهو يعني الآن عنده مسؤوليات حياة وكذا فممكن يجيني رجل يعني أب وعنده أطفال بس إنه بشخصية ضعيفة جدا ما أقدرني أنا أطلب منه يلا لازم تصير شخصية قوية بدون ما أنا أدرس حالة هذا الإنسان ووضعه وحياته والبقوط اللي عليه التغيير طبعا موسهل أبدا أني أنا أحسن ولكن أيضا مبصع الأهم أني أنا أعرف أختار الأسلوب الصح أعطيك العاقية أستاذ هنا هل خلصت البرزنتيج ولا مستمرة ما لا هو فصل عليه إذن تساعد تنمية المهارات في المراحل المبكرة لأطفال على تطوير المهارات اللازمة للنجاح في الحياة المهنية والشخصية طيب ما هي مجالات تنمية المهارات المهمة ممكن تجي أم الآن تقول أنه طب إيش هي المهارات أصلا أنا ما أعرف أصلا إيش المهارات لأنه المفروض أعرفها علشان أقدر أطبقها مع أطفالي أولا عندنا المهارات المعرفية المهارات المعرفية زي إيش مثلا مهارات حل المشكلات يعني مثلا أنا أعلم طفلي أنه أنت عندك مشكلة طيب أنا بساعدك طبعا أنا معاك مو أنا مالي دخل نعتمد على نفسك خليك رجال خليك بنت قوية لا لازم دائما أحسس الأطفال طفلي أني أنا معاك أنا موجودة يعني إيش ما صار أنا موجودة ولكن أنا باك أنت تفكر ألا أنت عندك مشكلة طبعا أنا يمكن بكرة ما أكون موجودة يمكن أنت تكون في يوم من الأيام مضطر أن أنت تتعامل مع مشكلة معينة لذلك المفترض أن أنت تتعلم شوان تحل مشاكلك ومهارة حل المشكلات أصلا تجي بالتدريب يعني ممكن إحنا ندربهم ونعرفهم لأنه ممكن الطفل يجي يقول بس أنا أحس أني ما أعرف لا أنت تقدر تعلم ولكن تحتاج إلى تدريب إذن المهارات اللي مفترض أن نتعلمها مهارات المعرفية مهارة حل المشكلات عندي مشكلة بالمدرسة أعلم طفلي كيف يحلها تنمروا علي أعلم كيف يحلها لما نطلع مثلا مناسبة معينة في العائلة ما يتعاملون معي بطريقة كويسة يأخذون حقي يظلموني ما يلعبوني ما يحبوني أعرف شلون أخلي يتعامل مع هذه المشكلات أيضا التفكير النقدي يعني دائما أقول لطفلي تفكير نقدي لازم لازم دائما نتفكر هذا ليش وكيف هل هو صح ولا لا يعني ما أصير مثل الأسفنجة اللي أمطس أي شيء أسمعه أي شيء أسمعه لازم أسمعه بعدين أوقف أفلتر أفهم أشوف وين الجوانب اللي أنا المفترض يكون اللي رأي فيها أو أحس أنه يمكن صح يمكن غلط يعني مو شرط أنه أنت تقول هالشيء مو صح أو هالشيء غلط لا بس صح لأن أنت تفكر وتقول أنه هالشيء صحيح طب كيف طب لماذا طب متى فالتفكير النقدي والإبداعي مرة أني أنا أدرب الأطفالي الإبداعي مرة سهل في أنشطة ممكن تكتبون على جوجل تنمية المهارات الإبداعية أنشطة وورش في جوجل في اليوتيوب بتلاقون أفكار مرة كثيرة لتنمية الجانب الإبداعي لدى الأطفال أيضا الذاكرة والتركيز الذاكرة مرة مهمة أشتغل على ذاكرة أطفالي من أين أبدأ من التغذية يعني مثلا اللوز مثلا المكسرات اللوز الجزر يعني فيه أكلات معينة تزيد من قوة الذاكرة لدى الأطفال والتركيز أيضا التركيز شلون من سواء التغذية الألعاب الأنشطة البظل مثلا يعني فيه أشياء مرة بسيطة تزيد من زيادة التركيز لو كان فيه وقت كان فصلت أكثر بس عشان الوقت ضيق ما عليش فيه أشياء ممكن أنتم تبحثون عنها ممكن تحطون عنه كيف أزيد من التركيز لدى الأطفال كيف أقوي ذاكرة الطفلية وبتطلع لكم معلومات يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الآن مع وجود الإنترنت خلاص يعني إحنا سرنا ما نحس بصعوبة عشان نلاقي أي معلومة إذن قلنا المهارات المعرفية أيضا المهارات اللغوية تشمل الفهم القراءة الكتابة التعبير عن الأفكار بوضوح مرة مهم أنه أخلي الطفل يتكلم عن أي فكرة هو تدور في باله أو يبقى يتناقش عنها أو حتى إذا هو ما تدور في باله أفكار أنا أجيب للفكرة مثلا ممكن وإحنا ماشيين بالسيارة أشوف مثلا الشارع في نخل في زرع مثلا ممكن أنا أقول له كيف تتوقع يزرعونها كيف تتوقع يسقونها كل يوم هل في ناس تيجي تسقيها كل يوم ولا شون طب فيه آلات طب الآلات هذه شون يتم تمديدها بالماء وهكذا يعني مرة مهم أني أنا دائما أخلي يعبر عن أي فكرة في باله ووضوح ويعني يشرحها وإذا أهو ما عنده أفكار أنا أخذه الأفكار زي المثال مثلا اللي أنا ضربتها قبل قليل أيضا المهارات الحركية تشمل المهارات الحركية الدقيقة مثل الكتابة والرسم التصميم أيضا هذه كلها من المهارات الحركية الدقيقة الهندسة وأيضا المهارات الحركية الخشنة مثل الجري القفص وأي نشاط بدني المهارات الحركية مرة مهمة للأطفال جدا جدا وكثير أمهات وجدوا أن أطفالهم صاروا يعني سعيدين ومرتاحين لأن قاعدين يتحركهم بس فممكن تيجي أمهات تقول طب وين أنا بخلي يتحرك أنا ما عندي مكان شقتي صغيرة ممكن نحاول نجيب أفكار بسيطة تنفع الحركة بالبيت مثلا زي القفص مثلا نط الحبل مثلا أوكي ففي ألعاب معينة ممكن أنا أخلي يلعبها يكون تحرك وما أحتاج إلى مساحات كبيرة مثلا لعبة شجرة نملة هذه المعروفة القديمة يعني في ألعاب حركية بس ما تحتاج مساحات كبيرة فممكن أنسوي كذا أيضا المهارات الاجتماعية أستاذة الكريمة تحب أن نخلص لأنه في أسئلة الآن في سؤال الآن تحب أن نخلص البرزنتيشن بعد أن نسوي الأسئلة أو لأن الأسئلة قعد تيجي على حسب الشريحة لحضرتك آه أوكي طيب ممكن أنا بعد كل شريحة أوقف للأسئلة طيب تحتامل تشامحين على المقاطعة التوبة الإستاذة طيب أخلص هذه النقطة وأشوف الأسئلة أيضا عندنا المهارات الاجتماعية والعاطفية تشمل التعاطف التعاون حل النزاعات إدارة العواطف طيب الأهم من هذا كله أني أنا لازم دائما أعلم طفلي كيف يتعامل مع مشاعر أنت الآن تشعر بمشاعر حزن هذا شي طبيعي أنت إنسان أنت عندك أحساس أنت تحس أنت تزعل أنت تضايق الأهم أنه أنا ما أقعد ثلاثة أيام حزينة مكتئبة عشان والله أنا زعلت قبل يومين أحد زعلني ما أحس أني أنا يعني ما حدي حبني عشان والله أنا صحباتي ما خلوني أكون معهم بالمدرسة مثلا في نفس الجروب حقهم أو نفس المشروع اللي يسوونه بالمدرسة أو كذا كذا أوكي أزعل أعطي الزعل حق ولكن ما يؤثر على حياتي ولا على يومي الطبيعي وإذا زعل ما أقول لطفلي لا تزعل إذا بكى لا تقول للأطفال لا تبكون لازم يبكي مهم جدا أنه يبكي إذا مدر أنه زعل الضايق فيه شيء جرح مشاعر خلوا يبكي وبالذات الأولاد يعني دائما نقول للأولاد لا تبكي أنت ولد أنت ولد طبعا الشيء خطأ بالعكس أنت لازم تبكي يعني لو عمرك 60 سنة وفيه شيء مضايقك وحس أنك تبغى تبكي المفضل أنك تبكي لأنه هذه أصلا شيء في فطرة الإنسان الله حطها فينا فدائما أسمح لأطفالي بأنهم يشعرون بالحزن يشعرون إذا فيه شيء يمألمهم شيء يجرح مشاعرهم والعكس أيضا لما يكونوا فرحانين أقول أنت فرحان إيه يعني فيه أطفال ما تعبر وهو فرحان أسمعي فيه عبر طب ليش ما تعبر إن أنا جبت لك مثلا الشغلة الفلانية وأنت فرحان عشان صار معاك شيء مرة حلو عبر إيش تحس إنت بإيش تحس يعني أحاول أسألة خليه دائما يعبر عن الفرحة بالكلام بالأفعال أوكي إنت رحين فرحان طب عادي يعني سوي أي شيء حركي يحسسني أنه أنت فرحان أو أحس أنه أنت فعلا يعني مبسوط وهكذا فمرة مهم إنه يعرفون فيه برنامج عن فهم المشاعر للأطفال برضو موجود على اليوتيوب ممكن تتفرجونه وفيه مقاطع أنا ما يشل أيضا للأطفال عن المشاعر لما يكون حزين لما يكون فرحان لما يكون غيران لما يحس بالغيرة طبيعي الطفل يحس بالغيرة مثلا أنه فيه أحد أحسن منه هو في المدرسة فيه ناس أحسن منهم سواء ماديا أو سواء دراسيا أو إيش ما كان أعلمه أيضا أنه أنت كيف تقدر تتعامل مع هذه المشاعر فمهم التركيز على موضوع المشاعر لأنه مرة يأثر على الأطفال فطبعا لما الطفل يكون متفهم مشاعر وفاهم نفسه وفاهم ذاته فسهل جدا أنه يتعمل مع الآخرين سهل جدا أنه يكون علاقات اجتماعية سهل جدا أنه حتى يتفهم الناس يعني مثلا الطفل لما يشوف أحد معصب أو زعلان أو مثلا ما يتعمل كويس حيفهم يقول آه يمكن زعلان يمكن فيه شيء ضايق يمكن كذا فأيضا هيكون سهل عليه يكون عنده مهارات اجتماعية إذن تلقيط لهذه الشريحة المهارات اللي أنا المفروض أركز عليها لدى أطفال اللي أنا أشتغل عليها المهارات المعرفية اللغوية الحركية والاجتماعية والعطفية طيب أشوف الآن الأسئلة موجودة على الشات أستاذ أو تقول لي فيه سؤال من الأستاذ خالد محمود كيف ممكن السلام عليكم كيف ممكن نتعامل مع الأطفال لتحفيزهم على القراءة كمثال حتى توضح الصورة وكيف تبنى مراقبة النفس الشكر الجزيل للمقدم والضيف طيب أول شي كيف ممكن نتعامل مع الأطفال لتحفيزهم على القراءة أعرف مفاتيح الطفل أشي يحب الطفل إيش الأشياء اللي تحفزها يعني مثلا لو أنا قلت لها بتلعب بلاي ستيشن هل هذا محفز إذا أنا قلت لها بطلعك تلعب كورة بطلعك تلعب بره بوديك مكان يعني لازم يكون فيه محفز والمحفز هذا أنا أختاره حسب شخصية طفلي عشان كذا مرة مهمة إن إحنا نفهم شخصيات أطفالنا نفهم إيش الدافع عنده يعني إيش الشي اللي يخليه دافع ممكن فيه طفل يجي ما عنده دافع متعة ما يحب يستمتع أصلا يعني حتى إذا أنا قلت لها بخليك تلعب بتطلع بتسوي ما يهمه ما بغطلع عادي بقعد في البيت أنا حب أقعد بالبيت فمهم جدا إني أنا أعرف إيش محفزات الأشياء اللي تحفز طفلي ممكن أنا الأب طب ما أعرف وش المحفزات أقعد معه وشوف راقب طفلك إيش الشي اللي يخليه يقوم من مكانه يعني بحماس طيب زائد القراءة الآن اتطورت يعني مثلا الحين فيه كتب إلكترونية فيه كتب على الشكل ألعاب فيه كتب تفاعلية فممكن أنت أيضا تشوف الشي اللي ناسبه يعني الأطفال الحين بطلوا يحبون أفرؤون من الكتاب بالورق طيب أيضا فيه ألعاب يعني مثلا فيه ألعاب فيه من الأشياء اللي احنا اشتغلناها في المركز اللي أنا أعمل فيه قصة الحيوان بالقرآن عبارة عن لعبة يعني إحنا قاعدين نعلم الطفل كيف يعرف عن قصص الحيوان بالقرآن والأنبياء أوكي اللي يذكروا بالقرآن عن طريق لعبة فصار فيه فرق مرة كبير في أنه غير لما أنا جي أقول لأ أقرأ أو أنا أقرأ له فأيضا أشوف شلون أنا يعني أختار الشيء اللي من جد يكون يعني مناسب للطفلي في عالمه لأنه الحين هو عالمه عالم مرة ممتع الألعاب عندهم مرة حلوة فلما أجي أن أجيب لك كتاب أقول لي الله أقرأ فممكن يحس لا ما بيأقرأ طيب طيب كيف تفضل 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 لا لا في تكمل السؤال كيف تبنى مراقبة النفس نعم أوكي كيف تبنى مراقبة النفس طبعا العمل على القيم لدى طفلي طيب أوكي تخلي عند الطفل مراقبة النفس يعني أنا مثلا ما أقدر أخلي طفلي يعرف شون يراقب نفسها ويكون عندها رقابة ذاتية ويكون يخاف من الله وأنا أصلا ما اشتغلت على القيم القيم الإسلامية فأول شي نشتغل على القيم نشتغل على المبادئ نشتغل على مكارم الأخلاق نشتغل على هذه الشغلات ومن خلال هذا كله نبدأ نشتغل على أن أنت لازم تراقب الله تراقب نفسك أنه الله يراقبك مراقبة النفس فأني أنا أشتغل على رفع مستوى الإيمان لدى الطفل وعلاقته بربه كل ما أنا اشتغلت على علاقته بربه لطفلي كل ما صار عندها مراقبة نفس وطبعا هي تحتاج وقت تحتاج تدريب وفيه أشياء كثير إحنا نشتغلها لأطفالنا وما تبان يعني أوكي ولكن مع يعني مع التجارب بس يكبر تبان فلا تحبطوا لما أنتم مثلا تشتغلوا كثير مع أطفالكم بس ما تشوفوا نتيجة الآن دائما تبان بعدين يعني في الحياة طيب بس الآن باقي عشر دقائق معليش هحاول أستاجل طيب بس خليني قبل ما هذا هل عندكم فيه نفسه هل عندكم برامج ومراكز في كندا من برضو من أستاذ خالد الأستاذ هنا قاتت معنا من الرياض ومركزهم في الرياض بس نعم في كندا نعم فيه مراكز خاصة بتنمية المهارات للأطفال هو عفوا أنا في المركز في الإمارات وليست في الإمارات عفوا في الإمارات اتفضل الأستاذ هنا طيب هل تنمية مهارات الطفل تعتمد على الحي والمكان والبلد الذي يعيش فيه بمعنى هل نستخدم نفس الأساليب في بلاد الغرب أو بلادنا لا طبعا نهائي أبدا يعني حتى في نفس المكان أوكي اللي أنا في مثلا أنا الحين موجودة في الإمارات مثلا أو موجودة في السعودية أوكي حتى البيئة اللي طفلي يتعامل معاها إذا كانت مختلفة مو المفروض أنا أعاملة زي مثلا أختي اتعامل أولادها مثلا أختي أولادها في مدارس عربي أنا أولادي في مدارس أجنبية مو نفس اللي أختي قاعدت تسوي مع أطفالها لأنهم هم بيئة مختلفة معلمين مختلفين نوعية الناس اللي يتعاملوا معها في المدارسة مختلفة فهذا لا لازم يكون مرة مختلف وأيضا البيئة المجتمع والبيت كمان نظام البيت وضع البيت هل أنا أم يعني مع أطفالي هل الأب موجود مو موجود يعني فيه تفاصيل كثيرة علشان أنا أقدر يعني أستخدم أسلوب يكوني ناسب بيئتي مجتمعي وضع بيتي وبروفي أنا أيضا وإمكانياتي أنا أيضا طيب نكمل طرق وخطوات لتنمية مهارات الأطفال اللعب اللعب مرة ينمي يعني المهارات لدى الأطفال مرة مهم جدا اللعب اللعب يعني مهم زي الأكل والشرب للأطفال لازم كل يوم يلعبون لازم يعني والأطفال الصغار وعمرهم سنتين ثلاث سنوات لازم الأم تجلس وتلعب معهم هذا مرة مهم الألعاب اللعب الحر هو أفضل طريقة لتنمية العديد من المهارات يعني زي أيام زمان الأطفال اللي كانوا يجبون كناب يحطوا مننا بيت وكذا هذا من أفضل أنواع اللعب اللي من جد يخليه الطفل مبدع فبالعكس اللعب الحر ودي من أسألة إيش طبعا تلعب إيش اللعب اللي تعجبك إيش أكثر اللعبة تحبها دور فكر فحاول أخلي الطفل هو يبتكر اللعبة اللي يبا يلعبها أيضا القراءة قراءة قصة الأطفال وتحفيزهم على القراءة بأنفسهم التحفيز تكلمنا عنها قبل شوي إنه إشان أنا أحفزهم التفاعل الاجتماعي تشجيع الطفل على التفاعل مع الآخرين مرة مهمة إني أنا أشجع أنه يعرف يتعامل يعرف يتكلم يعرف يسلم طبعا في نفس الوقت أعلمه أيضا أنه هو كيف يتعامل مع الغرباء وأعلمه دائما أنه كيف دائما يحمي نفسه يعني أعلمه كذا وكذا عشان ما يكون مرة مرتاح ويروح يأخذ راحته مع العالم الخارجي وفيه مخاطر يعني على الطفل في العالم الخارجي الأنشطة التعليمية تقديم أنشطة تعليمية ممتعة ومناسبة لعمر الطفل الأنشطة مرة مهمة برضو الآن موجودة على مواقع كثيرة أنشطة تعليمية أوراق عمل بس تتقعونها وممكن تشترونها أيضا في بعضها تنبع ويلعب على أوراق على تلوين على رسم على ألعاب فمرة مهمة أيضا الأنشطة التعليمية الدعم العاطفي توفير بيئة آمنة ومحبة للطفل مرة مهمة البيئة يعني ممكن أنا أقدم لطفلي مثلا أقدم لطفلي وجبة مارة يذيذة ومرة هو يحبها بس أنا مثلا ممجحة في مكان آمن هو خايف في مثلا أنا قاعدت في مكان خلنا نعتبر هذا الطفل قاعد في صحراء في حيوانات مفترسة حولينا وبس قدامه أكل مرة لذيذ وحلوه ويحبه هل بيكون يعني مبسوط مستمتع بهذا الشيء؟ لا فمرة مهمة توفير بيئة آمنة ومحبة للطفل يحس أنه هو محبوب يحس أن أم وأبو يحبونا يحس أنه هو دائما مهم ويحس أن هذا المكان يعني لازم يكون مريح لك غرفة تكون مريحة مو غرفة الضيوف اللي دائما تكون مريحة لا المفترض غرفة أطفالي هي رقم واحد هي المكان اللي نعطيها مساحة هي اللي ندفع لها ويعني نصرف عليها مو غرفة استقبال الضيوف والموعين وكذا فهذا أهم مكان في البيت غرفة الأطفال أهم شيء حد يبيننا مشاكل مع سيدات البيوت لا لا بالعكس بالعكس يعني إن شاء الله إن شاء الله اليوم الكل يروح يوسعها على بيوتهم يعني إن شاء الله إن شاء الله الألعاب اللوحية بكل أنواعها تنمي المهارات الفنون والحرف الرسم النحت العدس على الألات الموسيقية الرياضة الألعاب الرياضية بأكملها إذا ما عندي والله أنا مكان ممكن أنا أفتح اليوتيوب أخليه يقلد مثلاً نشاط معين أو رقصة معينة رياضية الطبيعة الخروج إلى الطبيعة واستكشافها الحدائق الأماكن العامة يعني هذه أماكن كلها تنمي المهارات لدى الأطفال نصائح كونوا قدوة الأطفال يتعلموا من خلال الملاحظة يعني الأب اللي قال ربا ولدي يقرأ أنت لازم تقرأ لازم ضروري تقرأ عشان هو يقلدك ويقرأ لذا كونوا قدوة جيدة لأطفالكم أيضاً كونوا صبورين يعني مرة التربية يبغلها الصبر التعليم يبغلها الصبر التدريب يبغلها الصبر وأيضاً أفرق يعني أفرق أنا خلال يومي أنا قاعدة أربي ولا قاعدة أنا مي مهارة ولا قاعدة أدرس يعني مرة أفرق مثلاً ممكن أشد مرة على مثلاً التربية القيم الصلاة العبادات أوكي ولكن إذا مثلاً ما يبغل يلعب اليوم يروح الجم مثلاً هذا ما أكون فيه يعني حازمة وقوية وقاسية زي مثلاً أشياء لا لازم يكون فيها حزم برضو لازم نحن نفرق في بعض الأمهات مثلاً أهم شي عندها أنه يذكر إلا 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 إذاكر أو للذاكر وما تهتم أنه يصلي على الوقت زي اهتمامها للمذاكرة فمرة مهم مني أنا أشوف الأولويات أيضا كونوا صبورين ذكر أن كل طفل يتطور بمعدل مختلف هذه مرة مهمة لا تقول أخول كبير ذكي أخول كبير يفهم أسرع كان أحسن منه في عمره لا كل الأطفال مختلفين عن بعضهم البعض فدائما أتذكر أنه هو طفل مختلف عن غيره شجعوا الاستقلالية شجعوا أطفالكم على القيام بالأشياء بأنفسهم أي شي خلي يسوي بنفسه يلبس بنفسه يأكل بنفسه يطبخ أكل بنفسه يساعد ينظف غرفته بنفسه حتى إذا كان مو حلو مو مرتب مو مشكلة عزيزة الأم رجع يعيدي وراهم دس حاولي يدخلين الطفل يسوي كل شي بنفسه قدموا الثناء الإيجابي أثنوا على جهود أطفالكم الأطفال مر يحبون المدح طيب ويحبون الكلام الحلو فضروري جدا أني أنا دائما أمدحة على أي شغلة صغيرة أهو يسويها إيش ما كانت أمدح وأشكر وأبين أني أنا مبسوطة بالشي اللي أهو سوى ودائما يسمع كلام إيجابي لما يسمع كلام إيجابي كثير رح تتكون الصورة الذاتية عن نفسه أيضا جيدة في أطفال مو أطفال كبار يعني هذول الناس نحن شفناهم في المركز صورتهم الذاتية عن أنفسهم مشوهة لأنه صغير كل شي كان يسمع من أهله سلبي فمر مهم أني أنا أتكلم إيجابي كثير في هذه المرحلة لأن هذا كلام بيطلع بس يكبر فدائما تحكوا عنهم بشكل إيجابي عشان صورتهم تكون الذاتية عن أنفسهم جيدة أيضا تعاونوا مع الآخرين تعاونوا مع معلمين أخصائيين مراكز لرعاية الأطفال أونلاين حضوري يعني حاولوا على قد ما تقدرون طبعا تروحون لأهل الإختصاص والعلم عشان يساعد عليكم ويسهل عليكم وما تحسون بتحدي وبصعوبة وأيضا تختصرون على أنفسكم الطرق يعني أنا بدل ما أجرب على الطفل مئة شغلة خلاص يعني أنا باقي أتعامل معاه بالطريقة الصحيحة تنمية المهارات الطفل في المراحل المبكرة هي استثمار في مستقبله دائما أي شيء أسوي أنا الآن اعتبروا هذا استثمار للمستقبل ما أطلب منه بس يكبر يصير ناجح وواثق من نفسه وشاطر ويعرف يختار بخصص المناسب وأنا أصلا في هذه المرحلة ما أعطيتها حقها هذه المرحلة هي الأساسية بيئة غنية بالتحفيز والفرص للتعلم يمكننا مساعدة أطفالنا على التحقيق كامل إمكانياتهم ما ليش أنا آخر شيء كنت تقرب سرعة علشان قاعد أشوف الوقت لا 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 ما مشكلة أحنا سعدنا بيك كثير واللقاء معك يعني أحتاج ساعات وساعات شكرا لوقتك شكرا للمعلومات اللي ما شاء الله تبارك الله استفدنا منها من حضرتك في سؤال من الأي سي سي هل لديك فكرة إن شاء الله أنك تسوي مقاطع فيديو بهذه الأمور قصيرة تتكلم عن نقاط معينة ومهارات معينة إحنا أريد في مجال عملي في عملي يعني مثل عندنا مقاطع فيديو وعندنا أشياء أحنا مسوي لها يعني ممكن الكل يشترك فيها فإن شاء الله ممكن أنا أستاذ عبدالقادر أحاول أرسلك خلاص مثلا برسلك عن حلقات قصة الحيوان بالقرآن هذا من إنتاج عملنا ممكن الكل يستفيد منها أيضا عندنا الآن قصة عن سرسل عن قصة الرسول ممكن تستفيدون منها وأيضا عندنا كتب عن القيم ومكارم الأخلاق عربي إنجليزي أيضا ممكن تستفيدون منها وممكن أنا يعني أكون واسطة وأجبكم خصم مرة كبيرة على الكتب إن شاء الله تعالى شكرا أستاذ هانا شكرا لحضورك معنا شكرا لوقتك شكرا لمن شاركنا وحضر معنا اللقاء مع الأستاذ الفاضي وأستاذ هانا محمود لنا لقاءات قادمة كثيرة إن شاء الله تعالى شكرا شكرا للمشاهدة